السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات? يا رب دايما بخير ومنورين. اهلا بيكو في فيديو جديد من قناة فني وحسوا معاكم انا صبري والنهاردة جايبا لكم حاجة جديدة هتعجبكم جدا. بنات كتير كانت سألتني على نول الوردات. نول الوردات المراضي هاوريكو المكونات بتاعة النول والكتالوج بتاعها. وهاملكو بعد كده فيديوهات ورابعة جيها اه ازاي نستخدمه كل واحدة منها وهنعمل من كل واحدة حاجة ان شاء الله. اه هي العلبة بتيجي اه مربعة كده. شير الغطة. الجسم بتاع النول نفسه اه بنستخدمه معانا يعني مش بدي يمسكه كده الواحد جيه. اه النول ده مقوم من ست اه قطع اه اه تلاتة مدورين اه تلاتة اجزاء تلاتة مدورين مقاسات مختلفة عشان تعملي مقاس اللي انت عايزاها. و مربع صغير اه شكل اه سداسي. واخر واحدة شكل اه مربع كبير. تمام? اه دي الجزئة دي بنشيلها. شالها هي كده. ده اه لما باجي استخدم اي قطع في النول ولنفرض هنا استخدم اه المربع انا اه هركبها في مكانها لازم تكون في مكانها سبتة وباشتغل وبسبت الخيط هنا وبتدي اشتغل اه المربع اه او السداسي او اه الدايرة. تمام? ادي اه اجزاء النول. اه نيجي للكتالوج اه بتاع النول. اه هنا اه شنطة معمول منها شنطة. اه نعمل خددية. اه دي شكل الوردة فرضاني. اه ممكن اه نستخدم اه شرايط الستان. اه ادي شرايط الستان مختلفة. ده كوريشي. اه دي وردة. اه بالخيط عادي. دي بالخيط وبالشرايط مع بعضيها. دي وردة بالخيط البوكلت اللي هو بيبقى معرك كده. اه هنا اجا ببالك افكار اني ممكن تعملي اه توك بنس كده للشاع. او تعملي وردة كبيرة وتتعمل توك او بتركبي اه وردتين جوه بعض. اه وبتشتغليها تعملي اه توكا او اه زيني بها ملابس زي كده. هنا دي بتبقى وردات في الشنطة بتبقى وردات وبنشبكها في بعضيها. وبنقفلها في الاخر بالكروشي بس اه ايد الشنطة. والخدادية دي بالوحدة المربعة اللي هي الصغيرة دي. تمام? اه هنا في الكتالوج اه جايب لك اه طريقة الشغل. الاول جايب لك اجزاء النول. وجايب لك ازاي بتركبي وازاي بتبتدي تشتغلي مع الشرح طبعا. وهنا ازاي بتنهي اه الشغل بتاعك والاشكال الوردات اللي ممكن تعمليها ممكن تركبي في نص زرار زي كده. اه هنا طريقة الشغل بالتفصيل اه ازاي تشتغلي من فن لفن. وهنا ازاي هتنهي اه الشغل بتاعك وتعملي القلب بتاع الوردة الملون اه ده. اه هنا طرق تانية للنول اه مختلفة اه مز يعني هنا الوقتي دي عاملك المربع بطريقة كأنها الوردة. رايح جاي رايح جاي. وهنا الشكل السوداسي وهنا اه المدوة. وهنا بقى طريقة مختلفة. عامل اه المربع كأن نول وعارفيني النول بتاع الزمان اللي كنا نستخدمه ونعمل منه المفارش. اه هو عاملك هنا الطريقة بتاعته ازاي تعملي وتعملي حاجة مختلفة ممكن نعمل مفرش سرير منها. ممكن نعمل شال او فستان وسهلة جدا يعني ما فيش اسهل من النول وين شغله. اسهل من الكروشير واسهل من تشيركو. وتنجزلك في الوقت بسرعة اه شديدة. هنا جايبلك طريقة ازاي تقفلي الشغل وهنا طريقة التشبيك ازاي هتشبيك الوحدات علشان تبقى اه شنطة او مفرش او بلوزة او بونشو اه او مفرش سرير. اه ودي الاجزاء اه الحاجات الموجودة في الكتالوج ودي اجزاء النول. اه انا جبت شرائط ستان اه كزا لون. اه كل ما بنزل حقيقة العطبة بروح ايه خطفلي اه اه لفة بتبقى طبعا اوفارلي كتير عما تروحي تشتري اه متر متر من اه خردواتي طبعا بيبقى غالك جدا اه انا بروحش عليها اللفة على بعضيها وبتنفعني فيما بعد. يعني كل واحدة اه عايزة تبتدي تشتغل وتعمل مشروع او تعمل حاجة. اه كل ما مش مرة واحدة هتيجي تشتغلي وتجيبي كل اللي انت عايزايا. لا. انت كل ما تنزلي هتلاقي نفسك اه اه تشتري خامة فخامة. انا اول ما ابتديت بتديت بس با كسين خرز. وابتديت اعمل مفرش. وبعدين ابتديت اجيب خيط واجيب واجيب واعمل اه ابطاقية فكوفية. حاجة فحاجة. اه اللينوال بقت كل فترة يبقى معي فروس اروح جايبة نول وركناء. اه في برضو عندي نول تركيب ونول المدور. وعندي مكان تتركوه. هوريكم ان شاء الله فيديوهات آآ منتصلة. آآ ازاي آآ نشتغل بيها. آآ ده اشرتين هنعمل بيه وردات. وهعمل لكم برضو بالخيوط المختلفة عشان تعرفوا الفرق آآ بينهم. وكده هركب المدور واقفل آآ العلبة. لازم تخليه في البيت دايما عشان تحافظي عليه. آآ انا ده بقى له فترة كبيرة عندي والحمد لله آآ دايما بحافظ على الحاجة بالكارتونة بتاعتها عشان تعيش آآ معايا. وهشوفكم في فيديو جديد. وآآ يا مكانة جديدة او نول او آآ شغل ان شاء الله. والسلام عليكم.